سيد مير مباراتين وديتين أنا شايفهم مميزين فريقين كبار زنبيا والجزائر اختيار في محله؟ أكيد اختيار في محله مباراتين في توقيت مناسب جدا للمنتخب المباراتين دول ريف ويتوريا مدارب المنتخب هيكون على المحك المنتخب عليه تغيير الصورة اللي كان عليها في ماتش تونس تحدي المبارات الودية في حالة من القلق على المنتخب بعد مبارات تونس مطلوب من اللاعبين في مباراتين زنبيا والجزائر تغيير هذه الصورة السلبية اللي كانوا عليها لأن الآن مفيش أعذار إذا كان العذر في المرة الماضية الأزمة اللي حصلت بسبب لعب الأهلي الدوليين ورغبة الأهلي في النظام لعبته للمباراة للمباراة الصوبر وإنه ينسافروا بدري واعتراض روي فيتوريا الآن مفيش مبرر لهذا الأمر مفيش حاجة زيدي بتحصل كل الدعم موجود بالأمس كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب أرادة مجتمع بجهاز المنتخب فيه اهتمام كبير جدا من الدولة من القيادة بالمنتخب وبالتالي يفترض أن الرسالة وصلت بيبدو في ظهر الأمر أنهم مباراتين وديتين ولكن لا لما هتلعب بالذات مع منتخب الجزائر فهو دير بعربي لشمال إفرقيا منتخب الجزائر مع مدرب الجمال بالماضي مع أعلان القايمة مدجج باللعبين المحترفين بأوروبا في أوروبا بياخد الموضوع المباراة مأخذ الجد كمان دي بروفة حية لأن انت المفترض عشان تمشي كويس في كاسر أوروبا فرقيا اللي انت بتستعد لها حاليا المفترض أنك تلعب مع فرق زي الجزائر هي اللي تكشف عن مستواك إذا أجدت وقدمت مباراة كويسة فده معناه أن انت خدت خطوة كبيرة على طريق الجاهزية أنك تقدر تحقق النتائج المأمولة منك في كودفوار أما لا قدر الله إذا كان هناك تراجح في الأداء أو نتائج سلبية أعتقد أن الأمر هيشكل ضغط كبير جدا على فيتوريا وعلى اللاعبين وحيكون المنتخب في التجمع الجاي في شهر نوفمبر وهو حيخود بداية تصفيات المؤهلة لكاس العالم الموقف هيكون صعب جدا ومنتخب مصر هيكون عليه أكثر معامة استفهام وبالتالي أن شايف المباراتين فرصة ريج فيتوريا واللاعبين أنهم يستعيدوا الكثير من الثقة ويستعيدوا ثقة الشارع القرى مرة تانية خاصة أن اللي عانوا منه في مباراة تونس مع الغيابة الجماهير اللي كانت الظاهرة سلبية جدا واتمنى ما تتقررش تاني في أي مباراة المنتخب مصر يفترض أنهم في أبوظابي إن شاء الله حيحظوا بدعم جماهيري كبير جدا من الجالية المصرية وجال اللي موجودة في الإمارات وبالتالي مش هيبقى فيه أعذار عند اللاعبين وعنده مدربهم ريج فيتوريا ماذا لو المردود إجابة لقدر الله ما ممشيش في الطريق الصح زيما الأستاذ الماهر إيه حال هو قال كده جملة مهمة أن ريج فيتوريا على المحك لعبة الأهل تركت المنتخب عشان ارتبطهم بمعاد بمباراة الصوبر الأفريقي لا ده مش مبرر إن انت يبقى أداء كده أمام تونس ولا بالسلوب ده ولا بالخسارة دي يعني بسهولة شديدة إحنا خسرنا أمام تونس لا أداء ولا تغييرات ولا تشكيل وكان على مدس فهم كبتيرة جدا وكبيرة جدا على أداء أغلب اللاعبين في مباراة تونس والجزئية التانية كانت الغياب الجماهيري يمكن أنا هنا في الحلقة قلتلك المنتخب غريب في بيته إن الجمهور ما حضرش المواطشين مواطش أسيوبيا في ختم التصفيات والمواطش الودي أمام تونس طبعا إقامة المباراة في أبو زبي أو في مدينة العيم تحديدا في استاد هزاع بن زايد ده بيدي أفضلية للجمهور المصري أو الجالية المصرية اللي موجودة هناك إنها تحضر وتحضر بكسافة ويمكن أنا كنت شايف بعض المقالات وبعض التويتات كانت بتنشط جمهور المغرب مصر بالأمراض قوي بجمهوره يلا شجع مصر من درجات واحج استذكرتك منها ده موقع الاتحاد طبعا لأن كان في حالة عزوف ولكن في القيام الأخيرة بدأت الجمهور إيه سبب العزوف الشريف بأمانة يعني سياسة إدارة اتحاد الكرة السياسة اللي بيدي بيها الكرة المصرية طبعا في حالة غضب من جمهور الأهل والزمال اللي اكتجاها اتحاد الكرة سياسة الكلب المكالين سياسة إدارة ملف كرة القدم بشكل عام وإدارة المتخبات الاسلوب اللي بيتم بيه اختيار اللاعبين المحابة التحكيم ومشاكل التحكيم اللي بتأثر على نتاج عديد المباريات إدارة المسابقات تأجيلات كل الأزمات دي العقوبات كل الأزمات دي مأثرة على علاقة الجماهير وخاصة أو تحديدا جماهير الأهل والزمالك بإدارة الاتحاد الكرة وده بينعكس على الحضور الجماهيري يعني في حالة عزوف عن متابعة مباريات المتخب يعني متابعة حتى قاعد على كافيئة وتلاقي مطش المتخب والناس ما بتفرقش دي حاجة مسألة صعبة جدا يعني احنا تابعنا متخب مصر في 2006 و2008 و2010 يمكن أنا في 2008 كنت برى مصر بحال البطولة في أبوظاب كنت بشوف المقاهي والنديا الجالية المصرية والكلام ده الحضور الجماهيري بطاغي طاغي لكنك في اللستات بالزبط والمتابعات و2017 و2019 2021 كان فيه حضور جماهيري يعني كان كلنا وراء المتخب ترجمة نانسي قنقر